اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لمن اراد الاطلاع لذلك احنا الهدف جانا من هذا اللقاء هذا هو تسليط الضوء نديروا اضاءات على فترات لصعيب المواطن يفهمها من خلال الكتوب او من خلال الوثائق الموجودة لذلك بغيت نبدأ معك من اللحظات الاولى نبدأه بتاريخ 28-26 ابريل سنة 1973 هذا التاريخ هذا هو التاريخ الذي كان قرين ربما باول وثيقة المتعلقة بانشاء جبهة شعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب بغينا القصة توقيع هذه الوثيقة رفقتها ازيد من 23 شابا القصة كيف جاءت هذه الفكرة لتوقيع هذه الوثيقة ثم هذه الرفقة هذه اللي كانت هذه الشباب هذو اللي كانوا شكون هما وكيف اجتم التوقيع داكو اولا شكرا على هاي استدافة الكريمة احنا وحيي يعني متتبعينكم متتبعاتكم في هذا البرنامج اللي هو برنامج مهم جدا من اجل تنوي الريلة لانه الريلة استحق من نطل المعلومة الصحية ومع الاسف هذا ملف اللي هو ملف الصباحة يعني المنبر ما اللي لا منبر له باحترام للناس اللي محترمين وهذا فيه بكثير من المعلومات اللي هي تقال بدون دليل واحد من اللي بغي يتكلم عن الشي يجيب دليل بدون دليل يعتبرون شي حاجة اخرى شفت فيه كثير من الاحيان يتكلموا على تأسيس البوليساري البوليساري التأسيس في الطنطال البوليساري التأسيس في القمر جزائر تأسيس الجزائر نجو قد نجو لهاد النقطة هذي هي شنهي الفكرة هي شنهي هو أولا الفترة السلم اللي كانت في المنطقة كاملة وخصوصاً في الصحراء هي من 1960 إلى 1970 في القرن الماضي ذمها مادة مخد عند الناس الأفكار عن أن وضعها هو وضع قير طبيعي لأنه كانت وجود هناك استعمار إسبانيا من ميجي بونيلي لهذه الشواطئ وخصوصاً في الداخل اللي هو من 1884-85 اللي هو المعروف مشهول المعطمر برلين اللي تقسم تحت سيادة يعني بيسمارك اللي هي ذيكسة علمانية وممبير هوسبورغ إذن معناه أنه من 1970 بدت هناك تحركات ووقعت هناك فعلاً محاولة سياسية اللي تولدت عنها يعني ما يسمونه يعني بعد يسمونه مظاهرة الحقيقة هو جلسة يعني الناس نصبوا خيام وتقسمت الساكنة على طرفين من الطرف مدائم لإسبانيا والطرف الآخر يريد فيه اللي يريد يقول لك الحكم الداتي يعني شعارات واضعة بالك نحن الشباب ذيكسة كنا نقرأوا سقار يعني تولد عنا على نهار الوضع تلتاشر سانة تلتاشر سانة في حركة اللي كان متريصة المفغود يعني شهيد له وبصير وبصير هذا قتلته إسبانيا وشيئت عن أنها أعطته المغرب وإحنا كشباب فهمنا على نهار لأننا كنا نظنوا عن إسبانيا دولة يعني سلمية قارة قارة ضربتنا بالقرطاس كتل وجوش لذلك المظاهرة والأول جلسة بعد نتولدت عنا الفكر نحن الشباب لنقرأوا على نهار نحن نناضي ضد إسبانيا وفعليا وفعليا المجموعة اللي يمشعت اللي يمشي عادي مجموعة المجموعة بما انك تكلمت على الدليل والدلائل الوثائق هاد دليل هاد دليل هادو عندي هناس اه اربعات من يدي الشباب اكثر من اربعات بغير الصور ماذا كان هو الرأس يديزون كان يعني كان مجموعة اكثر من هذا واللي كان الهدى ومشاه معنا واحد يعني واحد العسكري هادو اصله فرنسي من اجل كنا لنكونوا واحد قرية ضد اسبانيا طيب هادو هاد الشباب هادو كاملين كانوا في نفس الاعمار ديال نعم لا 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 شو في غير الصورة ها لا لا فيهم اللي كبير فيهم طيب شنو جمع بيناتكم بين هاد الشباب هادو جمع بيناتنا اللي ارادة ان انا خصنا يعني نضرب اسبانيا بالغرطاص اني خصنا نديرو انجيريا طيب هادو جمع بينا ضد الاستعمار الاسباني طيب مزال جزائر ما كاينة والليبيا ما كاينة عليا انا اذكر بان الغذافي كان صرح فثنين انا نتكلم هنا ثلاثة سبين انه صرح لانه خص ساقي الحمرة قال هو انا خصت تتخلم الاستعمار الاسباني هادو هذا خذافي ثاني وسبين هون من مشين احنا يا في الموريتانيا شور موريتانيا لان الموريتانيا يمكننا نديرو قواعد خلفية بكون يعني تواصل قابلي والعشائري لان القبائل الصحراوية موزعة في كل المناطق وكان يمكننا بنا نديرو قاعدة اساسية هناك علش تقبلكم سما حزب الكادحين بالضبط؟ لا هذا كمين من بعض الحزب الكادحين كان حزب معارض للنظام مبتدته وهو حزب مثلا يساري او شبه يساري او لا شي من هالقابيل وكان يعني 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 وشبهوكم العلاقات ديالكم مع الحزب يعني يسرلكم لا هذا قبيلنا العلاقات مع الحزب احنا مشينا الموريتانيا اهام ومشينا الموريتانيا وموريتانيا سيفططنا يولين شدوا الاخ ديالي كان معاه واحد الفرنسي دي كنا مشينا بيه في الجيش الاسباني باش يدربنا الجيش الجديد طيب وهذا كين قالوا ايميلو رولان هايك الراشل مو اسبانيا افرا موريتان سجنة الاخ ديالي محمد سالم علمنا عن محمد سالم هذا واحد مشاركين في حرب الريمال كوت اي ماروكا مجي واحد يعود يحرم وشدوهم في ديرك بعدين طلقوا الاخ وهذا كده الفرنسي قالوا نصف اطنالة السفارة ديالي احنا ما متليناش لقينا خبر انه هو اللي معتقد على انه اردوه الاسباني وطور قواصي لوجيك لانه هذا ولكن من يمشينا السلطات الموريتانية الكبيرة يعني في الموكشود احنا سنين هذو كل عشرة عشرة منا سنو هذيك الوثيقة نطلبوا بها السلطات الموريتانية بانها تسمح بالطلاب اللي غادوا يلتحقوا بنا باش يدخلوهم من موريتاني وهذه الوثيقة اراها صربها واحد من الممثلين البوليساري الان المزال في البوليساري اصربها واعلن عنها اذا احنا هما كنا ضامعنا تقريبا ذوك الناس اللي جاوا من الطنطان ومن التيندوف بعد ذلك غاديت انعاقد المؤتمر التأسيسي في موريتانيا طبعا هذا المؤتر من اللي جاونا هذوك الناس احنا مشينا شهر واحد هما جاوا شهر اربعة راه البوليساريو متأسس في بلاسة ثانية يكون الله اعلم يكون بوليساريو تأسس في جديرية والبوليساريو تأسس في الروس وواحد تأسس في الجزائر وواحد تأسس قاع ربما في الرباط سمعت باحدين يقول الفكرة كانت تناقش في اي مكان ولكن تأسس الفعلي في الزويرات ثمانية وعشرين في 1973 وهي اللي يتم فيه وضع الاهداف الرئيسية ثمانية مبادئ والبيان السياسي والمبادئ الثمانية من بعدها تحول 16 ثم بعدها تحول 16 والشعارات اللي قال لك انا مؤسس يقول الشعار دياله في الزويرات شنو هي ثمانية المبادئ اللي كانت انا دك كانو ثمانية شعار ثمانية مبادئ وهذا المبادئ لا يعرف شكون هالي زوتير ديالهم اللي هي؟ هذا المبادئ هذو ثمانية مالهم اذكرهم لنا حافظهم الان حال ماركسيسمو لينينيسمو في كوبا كان يحافظهم للناس يعني هذا الحفظ العنف الثوري الديمقراطية وهو مبادئ اللي حقيقة والسحات من الفكر يساري هو اخصر يساري ممكن يعني المضمون ديالهم كامل لا يتعلق بالمغرب او لا بتقرير المصير المغرب ما زال ما دخل الصراع بالنسبة نحنا كحركة كانت اسبانيا هي الهدف الرئيسي اسبانيا هل سموها فرينتي بوليساريو الجبهة الشعبية لتحريص صغيرة الحمراء واذهب هلش ما قالت الصحراء القربية هلش ما جات في الاسم وليه جات نحنا هذي جبهة الشعبية لتحريص صغيرة الحمراء والذهب هو اسم البوليساريو رغم ما اسمه بوليساريو يعني ضد المغرب هلشين هذي حركة شبابية اللي فيها بعض اللي فعلا امن بالهدف وفيها بعض اللي امن بالهدف هدفه هو هذاك اللي يجي لاحقا طيب بعد هذ المؤتمر في موريتانيا غادي يجي الاتحاق بجزائر هذك المؤتمر الثاني اللي فيه ولات هذي الستاشر مبدأ وفيه ستاشر مبدأ وكان فيه يعني سميتوه انه هو اللي كان اكثر اهمية هذي المؤتمر الثاني هو الاكثر اهمية في اللي الدار في الجزائر هذا المؤتمر احنا بدينا نخدمه لان اسبانيا حاولت بانها يعني تعمل شي مبادرة مضادة معنا احنا اللي كنتو مازانين في موريتانيا احنا من اللي كنا اسسنا البوليساريو بدينا كندير الفروع يعني في كل المناطق اللي اللي فيها يعني صحراويين ولكن اسبانيا حاولت بانها ترد علينا بتأسيس حزب الجديد اللي هو البونس بتعرفوه بارتيديونيون ناسيونال صحراوي واللي اه فعلا ولو هون كأنهم طيارين وجات حركات اخرى فيما بعد من المغرب يعني تقريبا شي شي مجموعات كثيرة يعني جبهات مختلفة يعني ولكن بعد الجزائر في البداية ما كانتش باغية مثلا راس المدبر للجبهة اللي هو اللي هو الجماعات اللي كانت مدبرة الولي مصطفى السيد يعني والجماعات اللي هي اصلا لسحرا يعني من الغرب هذا با اول اول باش ناسي يفهموا اكثر اول اللقاء هاد اللقاء اللي كان عندكم في الجزائر يعني كيف باش نتقل بعد هكا قبل هذك اللقاء لا كيفاش نتقلتو لجزائر ها هو اللقاء قبل متى الجزائر اولا ما كانت معطرفها بهنا احنا وكنا نديروا تنظيم سري في تين دوفي ببشار ها هو والجزائر ما محترفها به اللا عبدالعزيز والباطال لانهم عندهم اوراق جزائرية هذا ما يمكنش واحدين فيه والجزائر من اللي شافت اولا حاولت منها تدير انقلاب على قيادة البوليساريو انذاك لانها ليست من النفوذ الجزائري وكان محاولة بانهم يشجرهم ذوك اللي كانوا في تين دوف وكان واحد اللي رحمه يقوله ساعد الصغير هو المحجوب الصغير هو اللي مشطار بهم لموريتانيا وسلكهم وحاولوا بانهم يضربوا الولي مصطفى في مكان اخرى بالقرطاص وحاولوا بانهم يجيبوا رئيس اخر من النفوذ ديالهم لكن هذا لم ينجع الولي مصطفى امتى صارق قائدا الجبهة متى؟ متى؟ ستة سبعين كتلوه في موريتانيا هذا نقول لك راه اللي بغي يفهم هذا الميلف خارشو يرجع لأربعة سبعين لا انا قلت السؤال هو بعدك متى كان هذا الولي متى كان على رأس البوليساريو في المؤتمر الثاني؟ المؤتمر الثاني الولي مصطفى السيد طلع في المؤتمر الثاني لانه في المؤتمر لول ما يمكن منه يطلع لانه الناس اللي كان تحت نفوذ اسبانيا ما تعرفوه وهو علاجه غالي لانه غالي كان في العسكر اذا الولي مصطفى السيد لانه هو تقريبا المحرك الاساسي يعني ما يمكنش يكون هو الامين العام المرة اللولة ولو انه يمكن يكون فعليا ولكن لانه ما تعرفوش الناس لا في العيون لا في الصمار انا ذاك طيب لماذا الجزائر لم تكن ترغبوا في الولي؟ الجزائر لا حد الساعة لا تريد اي كان ذات الكاريزما والشخصية من اراضي القير اراضي الجزائرية الحالية طيب مفهوم؟ وهذا عبدالعزيز تم تعيينه من طرف الجزائرين ستة وسبعين والرساعة ستة وسبعين قبل ما اندخلوا قبل ما اندخلوا باش نفهموا على الرول هذي اللي بغيتين ندخلوا في رول الجزائر في الميلاد طيب قبل ما اندخلوا للستة وسبعين ومحمد عبدالعزيز كانت هناك واليس طبعا في اللقاءاتكم كوفود وفد الجبهة مع بعض المسؤولين الجزائرين ماذا هم المسؤولين الجزائريين وشنو الحديث لدارة بين الوفد الجبهة انا ذاك والمسؤولين الجزائرين اولا من لي شافت الجزائر انا ذاك على انها لا يمكن ان تسيطر على البوليساريو ارضوا علينا في الجزائر تحت ذريعة على انها هناك مؤتمر للشبيبة الديمقراطية الديمقراطية لما ثلاثة كائنا في تيباس ونحنا استقبلونا كل الرؤوس النافذة جلو الملايكة قصد مرباح واخرهم ابو مدين على اثر اللقاء في هذا المؤتمر ماذا قال لكم حينها من دخل السياسة سيصعب ان يخرج؟ كان لديميقراطية تشغيل يا احنا من اضرار ماذا كان قصده من دخل السياسة لا يمكن ان يخرجوا منها؟ قال من ان تدخل السياسة قال ان اذهب وماذا كان قصده؟ قصد. قصد دياله اش. قصد دياله من هاد اللي يتخلط دياله. قال انه انتو مسغر تخلط في السياسة. ولكن راح لدخل سياسة مع مروي نجم يخرج منها. اه. قالوا لي انا وهذا كدري ديال الجزائري تباس. طيب. اجريتيني هذك شديد فراسية لانه السياسة وانه تعرفيه لانه فيها قضية. احنا اولا ما كانت فعلنا تجربة. اه. ما عندش تجربة. شباب منافية. كالجميع العمار سبا طعش ستا عشرين عام. فهمت شباب. ثانية احنا احنا في وضعية صعيبة جدا. فمديد ان استعمال اسباني استمر قارب تقارن من الزمان ولا ما يقير شي. مفهوم. نعم. وثالثا ان احنا ناسنا مقسمين في كل مكان. مفهوم ما عندش. ما عندش يعني حظوظة. اذا لابد من نحرك. يعني جدع النخلة. لابد يفهمه. مو بجزي. طيب. بعد هاد اللقاء الاول اللي كان في اه انا مستوى الشبيبة. اه كان عندكم لقاء ثاني. كان فيه بومدين. هادا هو اللي قلت لك. وثاني اللي اللي ما فين قال فيه ساجعله. انا شفنا عشرين واحد. ما شهي واحد. شفنا المسؤولين كاملين. يعني جلو الملايك. اه. كانوا متكلفة حركة التحرير وغير. وذلك الساعة كان مشي عن الجزائر هي عاصمة الثوار. ايوه. والقينة. حتى هذا اللي كان مثلا بغي يحرر كوبيو. لي بغي يحرر الجزر الخليدات الكنارية. كانوا يعطينوا راديو. هو الراديو اللي اعطاه البوليسي. هالي يصطلصين الراديو. واللي لقينة فهم. والقينة واحدين ذانين من اه اه سميتوا الحركات هذيك المتطرفة. اه سميتوا يقولها لها برمية ارمالها برمية او الراخة او الرا. والقينة يعني كوي. وهذا قلت لك الكانالة. والقينة يعني ميجو شي منا شي من بني زويلة شي من يعني وجزار تعطيلي فلوس وكذا وكذا. انا ايه لا ميكرب. الصراع الكبير. اللي تم يستقن نحنا فيه هو الصراع كان ما بين ملكية ولا ملكية. لانه ما كان يتفق عليه الرئيس الجزائري والرئيس الليبي. على المغرب العربي هذا ولا مزيقه نسميه كي بغيتي. هذا خصو تكون جمهوريات. مفهوم? اذا معناها لانه هناك الصراع ما بين يعني القوة المتقدمية والقوة يعني الرجعية. وجاينا احنا يعني لانه لا تنسي على اني انا قريت بشي بلاسة بكسعة. يقول على انه لي تحرير المغرب. وجب خلق بؤرة التوطر في الصحراء. اه هنا كذلك اه في نفسي يقين الكلمة اللي قال ابن اه اللي كان بومدين. اذاك فيما بعد ساجعلوا 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 حجرة في حداء المغرب. لا 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 لا. اه هو ما قالش بولساريو. اه اه هو ما قالش بولساريو. منطقة شغينتو غينتو مبس فهمتو بالليه. لعمان التاريخ تاريخ توشو فوتر ريس بيتي اذي تاريخ الواعد. انا بقال لي جيال احنا ما معاش وما قالش البولساريو. انا بحرخ اخرجت من الحبس وشاوبية لجزائر. اه هم. احبال جزائر. اه هم. تصوري واحد مؤسس. اخوه مؤسس. انا اخوه اثنين. انا ثلاثة وعشرين وواحد. وجايين قاعد من من العيون. مناش قاعد من مبلاصة اخرى خارج النفوذ. والتحبس. ومؤسسين العلام. مؤسسين الجيس. مؤسسين الشبابة. مؤسسين هذا. دير. وفائدة به انا في الحبس. والجماعة اللي كانت. يعني الشباب اللي كان مهنا. هذك الشباب خمسة واربعين واحد. كاملين اولاد يعني داخل السمارة الى غير. هم. زاد علينا واحد من التيندو. ما بغاش تفترق معنا. واحد رجل كبير. طيب. اذا بداية الجزائر هنا. تقول هذو العطور. نهلكوهم. شبهم اللواد كي يقولوهما. هبطوهم اللواد. باش الجبهة يشدها شي حد اخر ماشي احنا يبقى. اذا مشيتوا للجزائر. اذا بشاوبية الجزائر مني خرجناه من الحبس. مهم. الفندق. ونشانه من الجزائر واحد نهار جاني واحد. صحراوي منتين دوف. مهمتي. سالكين قال والصغير رمزال حي اليوم راهو وممثل مع ابنين. وقال لي قوم 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 وقوم وقوم يا الرفيق يا الرفيق عندك مهم. ما مهمة شنين؟ طيب. مهم نين شبهنا هذك وانسوا ومشينا النهار عيد العمال. مهم. واللي بغى يكذبني مشي الله رتيف. مهم. يوم عيد العمال استرسابين. مهم. وجابوا مديان مع ذاك البورمونوس دياله وكذا وكهنا قاعدين في المنصة القدام. وقال تكلم على موضوعين. دي الخطاب دياله وفي غير موضوعين. لا قال لا فارث واحد تكلم عن موضوع. لا كوروبسيون. مهم. وقال على انه الدولة الجزائرية بستطاعتها من الدخل يديهم صار الواحد انت رح تلقرش. مهم. ومفهم قال المغاربة حقرونه. مراركة حقرونه. نديرو لهم الحجرة في الصبات. مهم. الله مجرى 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 قلت انا ابوه الحجرة سكونة هي. ايه احنا. مهم. وفيك تيمو. جزائر. النظام الجزائري لا يهمه مصير صحراويين. مهو باغيش يدير دولة في الصحراء. اللي قالك باغي يكذب. مهو المهمه على انه يحيي يحطم الدولة المغربية. مهو. وشد نحن هو وسيلة. وعلى وسيلة اعطيتك الدليل فهم. مهو. على انه الجزائرين مخطين على انهم تخلق واحد حرك في المنطقة خصوصا من المنطقة اللي كانت عندها اسبانيا. واللي من خلال هذك رد على حرب الرمال. مهو. لان حرب الرمال كما نعلم. رايه كانت ثلاثة وستين. مهو مهو هذك السلطات. ورايكين تصريح ديال بنبلة عرف ليموند اللي بغي يكذب نشي ليموند. مهو. للي يتكلم موضوع في تاريخ يجيب الدليل. مهو. ها دليل ماشي. انا كنت حارونا. تصريح ديال بنبلة ابنبلة يقول في في تصريح. يقول على انه سلاطين لمغرب. اطرو وحدين من قبيلة. ما نش تكلم على اسم القبيلة هون. سلاطين. انا قابل. سلاطين مهو. اراي في ليموند. انا كاينة. باش يضربوا الجزائر. زيزك زالطين وكذا وكذا. مهو. انفهم جات الفكر اللي راي جات في الرسالة اللي عندك. رسالة مثلا السفير اسبانيا. في الجزائر. اركوس. رسالة ديالسفيرها هي امامنا. هاي رسالة رسمية ديال مسول رسمي جزائري. مالها اسباني. مهو. ايش يقول للدولة دياله? قوله راه. يعني. هذة. هذة الوثيقة. مهو. قوله. ها مهمة بزاف. مهو. لان يقول له الجزائري وزير العدل مراء المجاهدية. وقول لي ادي. راي تكلم فاردنا ورهم باغين يجب دو. مهو. هذك القبائل. وقال قبيلة باسمها. طيب. لتين دوف. طيب. هذا ما وقع. اعشر سنوات فيما بعد. مهو. سيطروا على الجبهة. دخلونا الحبس الوطور اللي ممتها بين الجزائر. كتلوا منا جوش. مفهم. بدأوا يشوه هنا. فمتع على الناس شو يعيين وخدامين مع صباني ومع المغرب. هاتش داخل. هاتش داخل تين دوف يعني. هذا فارد الجزائر. ارض الجزائر طيب. من اللي غالي يكون الانتقال ديالكم تين دوف. حكي لنا انتقالكم تين دوف كيفة? ولماذا? والقصة ايضا ديال السيجن ديالك. انت ومجموعة ديالاشخاص داخل تين دوف. هذة السوال. اسوالين هو سوال واحد موضي. رانجل تكبيل على انه درنا المؤتمر الثاني. في الجزائر. نعم. سبعين كيلو متر جنوب مدينة تتين دوف. مهم. شكون جابنا للجزائر الله اعلم. شي حد من القيادة. وين القيادة قال لكم انشو جزائر. ما هذه القيادة الرشيدة بين القوسين اللي باعت الماطش الكل شي. مهم. جرنا للجزائر. سيب. مليشات الجزائر على انها ما يمكنش تسيطر علينا. مهم. وخصها ديالنا خطة اخرى. الخطة الاخرى شني. جرنا بنا ندير المؤتمر الثاني في الجزائر. مهم. انا كنت في قياد هذا كلمؤتمر كنا ذلاهذا. مهم. عبيد الله يرحمه. كان هو الرئيس المؤتمر. انا كنت مثل الجيش واحد ثاني السييد يقول له محمد عبد الله راهو الان في في العيون. مهم. احنا يا كي قلت. دي زينو صون. منا قا عارفين شي. الحقيقة. منا عارفين هو تحقوا لنا. طيب. وهما في نفس الوقت راه الجزائرين جابوا دروح المخيم من العسكر. مهم. ديال الصحراويين جزائريين. ماشي بعيد منا. طيب. ما خلطوهم الشمعة لقرية الثانيين. مهم. وانا سولت واحد من اللي اخوة فهم خصوصا واحد السيد راهو يتكلم كثيرا في راديوات البوليسياري وكذا ودراسوا عنه موريق. بيطلوا هاد الناس علاش ما علموا مشاركين معنا. قال لي لها راه هاد واصلهم جزائر اصقر جزائر ما بغين جزائر يكشفونا. وهي لها اللعبة ماجيك. اللعبة كانوا بشاو بيهم جابوه مننا للمعتمار. مهم. يعني داروا علينا. اه شي قولوا لها. يعني اه اه انزال. طيب. انا شت الانزال هذا. ما تفجأت. انا شت الانزال هاد غرق على العباء السياسية اشتاء بعض منها. مهم. اشتقعوا فيما بعد واحد يدير لك لينزال. طيب. جابوهن الناس هم اطلوهم باغين على ان القيادة المنفذة خاصة تكون تابعة للجزائر. طيب. وهذا ما نجحوا فيه. طلع الولي اول مرة. ديموقراطيا. مفهوم. ماشي هذا. ديموقراطيا. بنا بدنا نخدمه احنا اظن هذا كذا الامور بخير. اجدات الجزائر عرض تالينا. مم. في الجزائر. مم. ستة. مم. عرض تالينا وشاوبنا الجزائر. مم. بعد ذلك. مم. بعد ذلك. مم. سكنونا في طيلب ميقي. مم. وشوفنا ذيك الصولات كعاملة. مم. وتبدلت عندهم الخطة. وجابو خطة جديدة. بو هادو. يفولي زيليمين. مم. كرازيو لكن الطريقة معقولة. شن هي الطريقة معقولة. وهذا الولي. مصالحنا. لان الولي. كان يعني الصاحب القومية العربية. مم. 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 ابو مدين كان من الصحب القومية. يليم الله. مم. ولكن. الولي عنده كاريزما وماهو تابع للجزائر. مم. وخصهم شي واحد يتباع لهم. انني علي مولك خصني انتباع لك. مم. لباش قالوا كيفاش نحطمه الولي. خصنا القاعدة ديالو نحطموها. طيب. شكونا هي القاعدة ديالو. ذوك اللي في الجيش. واللي هم ومعظم هم من الارادي اللي ليست اراضي الجزائر. مم. قالوا بو هادو ونديرو منهم شابكة. وبدأوا معا نحنا يا. لان ذيك ساعة كنت رئيس اللجنة العسكرية. هاد اللجنة العسكرية بمثابة اللجنة المركزية. طيب. وفيها تقريبا شي خمسة. احنا تقريبا خمسة واربعين ووعد. النار اللي بغاوا يحتلونا جاونا الجزائريين بلي كاميون ديالهم. مم. وبالعسكر هم السيلح وبدأوا عندهم اللي حاطل عنها طلع عنها طلع عنها. نخلوا الاخرين. نخلوا الاخرين. نقضوا علينا جماعات وافراد. ومشاوبينا يعني دا العصر لارهاب. تحولت من. فين مشاوبيكم. مشاوبينا الى منطقة الربوني ومن الربوني مشاوبينا الى الحدود الموريتانية الجزائرية في منطقة نقولها الكصيب. طيب. الكصيب هذي يعني الخلايا المطلقة. اللي يعني الغربان يعني الغراب والأبيض. طيب. شنوقعت. شنوقع في المنطقة هذي. نعم. شنوقع في المنطقة. من بعد ما ادوكم من هذا. بعد من إن هذا هي الفرصة اللي كانت تجي فيها جات في المسائل الخضراء. وبدأت الناس يجي وبدأوا يختاطفون الناس. من بعض المناطق. فهمت قليقة خصوصهم السمارة وبدأوا يكونوها المخيمات. هاد المخيمات موليه. اول مرة تكون. تكون. اربعة وسببين. قبل المعتمر هذوك الخيام اللي كانوا جزائرية صحراوية. جاني انا محمد لامين الاحمد وقال لي ودي اخصكم تجمعوني ينديروا بهم مخيم. وكان عليهم احمل الخراء. موجود في العيون. طيب. وهذا علاش اه لا ووحدين بدأوا يتكلموا على اللوجو اسم اللوجو ذيك ساحنا. كنا ظنينا انها انجيرية. على استير كيبا والا استير هذا. ان حروا البلاد. ولكن الناس من خرجهم. طيب قبل قبل الاحداث المسيرة الى غير ذلك كان كان سجن وكان الاحداث ديال سجن. اه السجن بدأت خمسة وسبعين في الجبهة. الجبهة اولا بدأت الارهاب. بعض من افرادها بدأوا يديروا الارهاب من منتصف ثلاثة وسبعين. في واحد كتله اه 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 تجريبتك سيد بشير داخل السجن. اه تجريبتك لانه انا اللي عرص انك فيه. خرجتي من سجن خرجتي متزامن مع الحداث ديال مسيرة الخضراء ولكن قبل قبل. انا خرجت ستة وسبعين. مسيرة الخضرى خمسة وسبعين. يعني انت خرجتي بعد بعد المسيرة. بعد المسيرة. بديت الناس تجيوا بدأت اه اها. ا 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 наша تتتات Devs g positions تقلهم م فينا ولادنا. صحيح. يعني ذك السissions عهل. كان دكسعة المسيرة الخضرى. الحدد ديال مسيرة انتم مدارينش به اصلا لانه مكانش عندكم وسائل التواصل الان لا والو صحيح فمن لي نبقوا في المرحلة السجن ومبعد نشوفوا مرحلة ما بعد السجن داخل السجن سي باشير شنو الممارسة اللي كانت داخل السجن عطينا لقطات بقيتك التكرار وما ذكرتهاش في مقالاتك في السجن كانوا جابونا لقارديان يعني الحراس صحراويين جزائريين ما فيهم حتى واحد إلا من راح يمربيه من المناطق اللي كانت الأصباني طيب والغيران كان جوروهم نحن روسنا يعني تجري الغار صوري معي في كلمة فيها تمشي لخمسين درجة في النهار تجري في جو جولة ثلاثة ما يمكنش تقلسي فيه خصك تبقى دايما ما بطوحة وتمشي منين تخرجي تبقى مثلا الماء يعطونا عن لتر ديال الماء ما فهم وما يمكنش تشوفي تخرج يعني تشوفي العساس وداروا بينا قربوا الوراسو وجان احنا اولا معنا فهذهك نرندت علي قصيدة في واحد من الكتوبا ديالي ثوري رفع عيدة ومات تي هذا قالوا لنا من اللي قتلوا السيد تتا تا تا تفا معت كاران تسينك عندناك طاح قال هذك سالم ربيع اللي مات اللي هو حتى هو من ديكتاتوريين كبار قال فلان 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 تفنوا الكلب حين الاسلام. طيب. وهم شي نحن هزوحنا اول مرة نعرف انا على الانسان منين يموت اتقال. انا يعود عندهم وايكسر. بيالله هرفدناها اربعة. ولقيناهم داي لان واحد جيخ سقور. ودرنا في هذا الجيخ وكبيني عليه التراب. لا صلاة ولا اسلام ولا يعني اي شي. طيب. وانبعدين واحد اخر مختاط فينه. والده بعلي. والده سيلك. اراه والده الان كين في في فرنسا نظن أنه لا هذا هذا حتوخ تطفوه مسكين من العائلة دياله طيب هو اسمه وبدوك يطلعوا هذا الجبل اللي عنا ويرتبوا إلا اسمتها طلعوه يطلعوه يديروا عليه الخنش ديالة 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 حتى تهرز العنق دياله ومات طيب إذن مختلف أشكال للتعديل كانت داخلها أشكال لي ممكن جدة لك طيب بعد سنة غادرت سجن بعد السنة كيفاش غادرت سجن؟ غادرت العذاب بالغبر طبعا كان دور رفقة سياحة ماشي الشجن ماشي دار كيفاك فيها هذا كيفاك السجن لي كان على الشكل كاف أعتقد غار غار طيب كيفاش حتى جاء القرار ديال أنك تخرج من السجن؟ الخلفية ديال خروجك من السجن؟ لا خرجنا إحنا يا جماعة لأنها قوع واحد ضغط جاءت لمسير القدرة أيوه منتيج لمسير القدرة وجاءوا أهلنا إحنا من أسباب اللي أهلي أنا جاءوا للتندوف هو هذا فهمت؟ والأخران لإخوة الثانين لنا مع 45 واحد جاءوا هاليهم وولتوا الدغوط وجاءوا أنه واحد وفد وهذاك جاءوا له واحد وقالوا بوما هذا خلوهم هنا الشهر حتى إيشوا شوي لأننا بغينا بحل هذك شديال بيافرة إذا كنت تذكروا لإزمال جاء بيافرة شي واحدين نطحوا سنيش يجفين سكوربوت وشيك يعني شباب جايين عند البحر يكفين ترابين أصلا على الشاط وهو يعني أعيش خمسين درجة بردة أو خمسين درجة هذا؟ وواحدين ينكتربوه بالصواتة فهمت؟ طيب خرجتي لقيت جو آخر أو لا واعي آخر أو لا إحساس آخر إذا سمحتي لبات عن ذات السحراويين يعني في البداية كيف ما قلنا وكيف ما وضحنا الحركة جاءت بفكر تحرري من الاستعمار بعد ذلك خروجك من السجن ستلاحظ بالنوع من الوعي آخر بدك تكرس عند هذك الناس السحراويين اللي كان عندهم هذك الفكر تحرري في البداية بدأ الخوف من المغرب بدأ التخويف من السلطات المغربية أذكر لنا هذا السيق هذا؟ إحتى أنك وصفتي هذك الساكينة بكأنهم يعانون من متلازمة يعانون من متلازمة نحن ولذوينا شينا ضحية مجموعة من الناس اللي هي تناقمة على العالم وعلى الحياة واليوم جايين من طنطان هذا كل ناس جاء بفكر قتل، قصي، استرق، هلك وما زالوا قايمين ذاتي الآن خمسين سنة والخطير في هذه خمسين سنة على أنهم خلقوا شباب لهوية شباب ما عندهم مستقبل شباب يعني ما عندوش انتماء لأي شيء نهارين هذه مجموعة منهم الشباب قاتلين واحد بالسلاح ولا تنجي مافيا وعليش يكذيك القيادة تبقى فهم تبقى في الصورة وهذا وهذا هلك الجماعة اللي كانت باعت الماتش للجزائر وقتلت الولي هما هما يسيب يتقتل الولي سيب يتقتل الولي هاي الجماعة اللي الآن تتكلم وتقول على أنهم صحراويين وأنهم مغربة وأنهم عندهم علاقة مع المغرب وكذا هم مغربة وبكرانهم ناصيون على الماروكين وفلارتشي باسبانيا أنا بغيت نعطيه لكم را كلهم يكتب اسمه منينجاي وبوهش كان يعدل وهوش كان يدير مهم هذه الحركة الآن سيطرت عليها مجموعة من المقارب الصحراويين بولشاليوسي ماروكان إذا تكلمنا عن كيسيون دي دانتي تيلو إذا قلتنا لا أرى هذا قبيلة من القبيلة إكس وإلى عدم القبيلة إكس يمشي يدخل موريتان بلا باسبور موريتان وإلى عدم القبيلة إيه يمشي يدخل ليبيا بلا باسبور ديال ليبيا الليوم وراء مصبح المواطنة هي هي التحكم ماشي العرق نعم هذه الجامعة صغيرة بعت لماتش الجزال وغضعت لكل ما هو واحد والله واحد عنده كاريزما يمكنه أنه تكون عنده وجهة نظر أو يعبر عن رأيه أو تكون عنده نفوذ ويواحد تكلم يقوله هذا مندس المغرب ياسي أنا مغرب ما عرفته إلا 290 وعرفته بعد دراسة كبيرة درتها أنا طيب أنا درت دراسة ديالي ما دار هالي شي واحد ماشي مكذبوا علينا المغرب كذا المغرب يكتل الناس خوفوا الناس المغرب وداروا يعني واحد العمق واحد تشتت اللي حقيقة تنسيق رعب لأنك أنت منين تربي الواحد على الأداوة الأدوانية كيف يش يصبح أنت منين تربي هذا الولد على السلم ويش ما تستطيع السلم قاع في يومين من الأيام لا الحرب نقتلوهم الأداوة طيب هذه هذه جات واحد الإديولوجية إقصائية عليها مجموعة من الأشخاص ومزال وقائمين الذات هذا يخص لوحدين في ثمو لأن الناس الأفاضل المسكينين اللي مشات ضحية ولا يقول لك قضية راه ماشي لا قضية البشر حتى الناس خيراتهم حيوانهم يبينهم يشدهم لهم 76 75 ويقولوا نشير لك 200 درهم طيب وبعدين هذه القيادة نفسها طيب طيب أنتم مقدرتوش أنتم أنتك مقدرتوش أنكم تواجهوا هذا الوعي هذا كيف يواجهوا الجزائر على هذا هذا الوعي عند الناس الأقل كانوا تطموه لهذه الدرجة يعني الوعي ديالهم كان مستعد لاستقبال هذا التخويف لهذه الدرجة من خلال حدد المسيرة بمعنى ما كانش عندهم استعداد أنهم أو لا مقدرتوش أنكم تأثروا في الوعي ديالناس آنذاك كيفاش هذا السؤال مهم جدد كم الليسانسي كان ذيك الساعة في 75 كمان واحد قارئ قاع سولك ويكما قيلة بحالكم أنتم الشباب اليوم اللي كلكم عنده بوق يتكلم فيه هو وقت اللي يبغى وعنده بورتابل وعنده هذا العاصل ذيك ساعة كومنيكاسيون راه واحد المشيتي عنده وعلى رجاليك ما تلقايش ما تحرفينه را تبدل كل شي نعم أنا دابا بالنسبة لكم يبغى لكم بحالة من العاصر القابيرين لا 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 وأنا كنا نكتبوه مثلا بيدينا بشربون أهل يا من الناس اللي كنا نكتبوه عشرين ما نكتبوها نشربو كشربون ونديروا خمسة وريقات ويش مرغوب سين كوبي طيب مكيش مكينة 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 مكيش خالصك تفهم يا على أن من دخلت الجزائر أنا ما ثلاثة عنا قوة بالنقير والو لأننا صبحنا السوجاناء في حبس مفتوح كبير إلا قلتي كلمة يمشي ويالنهار كامل ووقف لك المسؤول السياسي شنو بغا تكون تبادل كلمة شنو كذا مون داس وقوم صفه مون داس مون داس تصوري معي على أنه المعطمر الثامن ومن اللي يعني بدأت الناس يعني تتكلم شيئا ما تصوري معي هذا أنت اليوم تكتلي تجاجل شي واحد خلصيه عم العزيزي قف لهم وقف واحد السيد اللي رحمه وقال لهم عن الشيخ والبوصولة وقال لهم احنا شلي نقول لهم نتعملنا اللي رجعنا لهم في اليون فين ولادهم تزيرت الرجل شيخ كبير وقف هو وقال حقيقة ماتت خمسة وستة وخمسين واحد وراهم الآن يعتبروا الشهداء قالوا نصفقولو قلت أنا ينبوبيلسيون تصفق الواحد كاتل ثلين ستة وخمسين بري تصفقلو قلت تخلي في أولادك أنت تقلت تعيش معاه ستة وخمسين إن شاء الله العدد اللي قالوا ولك وكثير منها لك طيب سؤال سي بشير ربما ليك والمؤسسي الأوائل لهذا الشبهة هذه وش مجدتكم لحظة دي الندم أنكم فكرتم منذ البداية في تأسيس هاد الحركة هذه اللي كان طبعا تحريف الوال وكان هدفها المكافحة للإستعمار ففجأة لا 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 أنت تتكلم على تحريف للا أنا ما ننمسي هم أنا بالنسبة لي المنطقة كان تحتاج لنشانجمون ولك شانجمون ما درناه اللي احنا وحدنا دارو حتى الاشتراكين من غربها ودارو اليساريين و بابيس هادو كاملين داروشتراكي هادو كاملين تحركوا بنتقير الوضعية وبنت تكون كينة حرية التعبير وحرية التنقل هذا ايه والله لا 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 ما نشوفه اليوم هاد الشي اللي كينه نقوله هارا يجب وحده انا ما كينش حاجة تجيبه حده دائما كين السباب احنا كنا في الخلاء مأزولين من العالم مفو وعلينا دولة متخلفة ينقال الاسباني انا دا مفو والناس اللي تقرأ و تكتب تعدى العروس الاسابع تصور معي على انه اكبر عدد ديرباك اسبانيول سيبرير ستعشر واحد تنين وسبعين انا واحد منهم كم منها بوبيلسيون القارئة و كم منها بوبيلسيون اذا هذا ما ممكنش ما من حقنا باننا نشوفه احنا احنا لسنا مذنبين احنا دافعنا عن كرامتنا وكرامت ذوينا واضح سي باشير واضح اذا معنا انه هذي الكرامة هي هي بيت القصة ايضان فتقلتها في ذا اثانية هاد الناس المواطن العادي في العيون وفي السمارة وفي الرباط وفي الداخلة وفي التندوف شبقة واش كاملين بقاني عدوا رأسا دول فكرامتو وايش ما يتعد علي احد سيتو وهذا خص الواحد يفهمو طيب واضح اذا جات حركة دار عليها انقلاب سيطرة عليها الجزائر باللي سيربيس ديالها داروا لهم واحد سيربيس سيكريتي الجيريا ذوك العشرة العشرة اللي كان هما هما رأسا الاساسيين الامن البوليساريو كامن اولادتين دوف طيب ما فيهم حتى واحد من العيون ولا مستمار الداخل بان احنا هذو المؤسسين الكبار مش هنا ضحية البعض مننا كبار مننا كبار مش هنا ضحية ما لان احنا النوايا ديالنا هي نوايا ساتقة واضح وليا بعد قامنا ضد المسلمين قامنا باش نتفاهموا وفهم واضح الاربائيين على ان اولادنا يقراو ويخدموا ويشوا بكرامتهم واضح وطالهم فرص فرص الحياة طيب اه العودة ديالك سي الباشرة اعطينا اللحظات تيالعودة ديالك الى المغرب من بعد طبعا الوطن غفور رحيم اللحظة اللي وصلتي للمغرب شنو كان ردفع ديالك واش تم تحقيق معاك مثلا داخل المغرب كيفاش يعني كيفاش بدلتي الوضعية ديالك كيفاش استقريتي في المغرب اولا نقول لك على انو من 1988 البوليسيري بدأت تجهر القبر دياله الموضاعرات اليوقعات ومن ضرب النساء في الداخل مخيم داخل وفي ذلك المناطق اللي هذك هي يعني بدأت هناك يعني ديكليف يعني يعني الناس بدأت توعى بدأت تفهم على ان هذا النظام سيطر على الاسبع اشخاص ليست هذه الاسبع الاشخاص يعني قدراتهم ولا بالكاريزما ديالهم ولا بالمستوىهم الثقافي ولا بمستوىهم الاجتماعي واصبحت عصابة تسيطر على الناس مني جات 88 وبدأ ذيك المظاهرات لا تنسي انو 81 تم يعني تم اتفاق السلام اللي تحت المؤمن المتحدة واللي هو بوليسيري سناد بوحدها والمغرب سناد بوحد اذا الحرب انتهت بالنسبة لي طيب بعد ذلك في نفس الوراة لا تنسي على ان في العالم كامل بدأت شين قالوا العلم وبدأت هناك وسيد الاعلام بكثرة وبدأت هناك المعلومات تتدفق في كل مكان لنعرفه شنو المغرب وشنو هذا حتى المغرب يقع فيه التقيير بدأ يتقير المغرب حتى هو وجات الفكر ان اللقاء 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 يقعه مراكش 89 انا كنت من اللجنة اللي كيزون بريباري هاد البرنامج بالرابوني ومك فيه طيارين فيه طيار بغات تتفاهم مع الحسن ثاني وانا منهو بالنسبة لي انا انا لا اراه مانع بدنا نتفاهمهم مع المغرب ليش منتفاهمهم مع شنو السبب طيب وجو غينا دولة ديالجوش والله دولة ديال مليار كلمة وجو الدولة تبتنا بجوش ها والله تبتنا بالعرق واش كي نشي دولة مبنية بالعرق طيب طيب هذا هو من ايجات فكرة مثلا اولا الوضع بوليساري متضني بوليساري والقيادة هذيك ما بغتش ما بغتش تقيار الوضع يعني اللي ان الفوكا وابتنا واحد الحائط نفسي جدار نفسي وقلنا خلصنا نهرسوا هذا الحيط هذا الحيط شنو معنا نمشو المغرب نمشو المغرب بعد من باقي البوليساري يقول لك هذا واشتراهم بالشيك ليش راني يعني بالشيك ابيض يجي تقدم يجي بالشيك نما ما جينا جينا يعني في اطار على من هاي الدول وانا عطتنا المواطنة في هاي الدول ومواطن ماروكا ايش شريفير عامبليس مع مرجان يانا شي واحد نهائيا الى اليوم قولها وراني وليت طعن في السن مع مرجان يشي واحد وطعن فيه ولا قل لاش قلت هذي ولا لاش ما قلت هذي الى اليوم قولها انشت بهان اذا معنا هنو المنظور يانا النار الوال هو منظور على انيش في دولة في هالكرام ودولة في هالقانون دولة ما في هالقانون ما يمكن يشي قلل فيها ولادنا لان القانون هو ليحمين المواطن وفعلا المغرب ماشي يعالج مشاكله وماشي يصحح الاشياء اللي خاصة تصحح وانحنا عملنا عمل انساني احنا ملنش يعني انبياء عمل انساني وصحح حالي شوفوا غنتماتي غيرها من اللي حييت وبدأت تقرام شوفوا كاين عن شانجمان ولا ما كانش تقول شانجمان مية في المية لا كاين شانجمان كاين دي شوز كي شانج وكاين دي زوت اللي مزلت خاصة تشانجي ولكن اللي نشاهد عليه نفسي انا جام يثرو بدي بولم محد تسو منهم وهذا شيء اساسي هو الشرط اللي تحطيت النار اذا معنى شنو معنى اني ما عندي مشكلة المشكلة اللي خاص الواحد يفهم ان فيها ناسنا ولادنا عفادنا ولاد عمنا اصحابنا مستقبلهم مظلم خاصة محل اولا خاصة يكون حل سياسي خاصة تفاوض خاصة تطبيق القانون خاصة المواطنة للجميع الجميع انا هذا اعطيه اذا ما اعطيه لا 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 المواطنة لجميع دولة متراسيد كفاري الدولة المغربية اللي هي دولة قديمة جدا وعندها يعني النمط يعني ديال تسير وغيره وغيره الحمد لله ماشي اطوار ماشي هذا كذا اللي خاص هو تفاوض هو كذا المعام اللي تقولين تفاوض تفاوض مع فئتين الجزائر هي اللي مسيطرة في الملف ماشي البوليس البيزر ما عنده وعله هذو عندهم مصالح في المغرب وعندهم مصالح في الجزائر ولي عندهم مصالح هذو ما بغيره شي خاص هذو تبه قالوا الاسبانيول يعني الوادي المتخبث ربحين مع الصيادة طيب شكرا جزير الليكسي مشير دخيل ساعته باللقاء ديالك مشاهدين الأفاضل ألقاكم في حلقة أخرى من بودكاست إذا أد إلى اللقاء قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر